السلام عليكم. مرحبا بك. مرة أخرى درس جديد من دروس اللغة الفرنسية. هذا الجزء الثاني من أسماء الإشارة. إذا كنت لم ترى الجزء الأول، سأخبرك الرابط له تحت الفيديو. فإذا كنت رأيته، ستكمل معنا إن شاء الله الدرس. لأن اليوم لدينا تمارين. طبعاً قبل ما تبدأ، دائماً أطلب منك أنك جيم الفيديو، تقابونا معنا في يوتيوب. وإن شاء الله عز وجل ما يوصل لك كل جديد. وإن شاء الله، سأخبرك بشكل جيد. إذا على بركة الله. طبعاً ما تنسى، بالنسبة للدرس اللغة اليومية مكتفين، ركاين موجودين، مثل الآن تشاهدون درس مجاني، يعني يكون فيها بعض المعلومات، بينما عادة الدرس دينا تكون طويلة بثاف، ثلاثين دقيقة، تكون فيها أربعين دقيقة، خمسة واربعين دقيقة، ويكون درس مكتفة، يعني دروس اللي ممكن أنك بها تحسن مستوديلك بواحد السرعة، ودروس ممتعة، يعني ما غير حشي بالمالة النهائيا، بل بالعكسة تحس بمستوديلك تطور بواحد السرعة كبيرة إن شاء الله، لذلك، وأنك ستتواصل معنا في الرقم الموجودة على الشاشة، نحن دمت الساودي لك في الفرنسية، ونبدأ إن شاء الله الدراسة، أتمينا بسيطة، الرقم الواتساب الذي سيقررك، يبقى معها عندك إن شاء الله، لكي تتواصل معها دائماً لكي لديك شي أسئلة، الدرس عندنا في موقع خاص، يمكنك تشوفها في أي لحظة، لأنها مشجلة مسبقاً، وكاد عودة لكي لا تريد هذه المرات، وشوفها في الوقت اللي بغيت، على حسن في الوقت الفرق ديالك، لا أسئلة تخليها في الواتساب، لا يمكنك تجاوبك عليها إن شاء الله، إذن بدأوا الدرس إن شاء الله، سامعكم، مرحب بك في الفيديو الثاني من درس اسمع الإشارة باللغة الفرنسية، في الفيديو اللول كنت شرحنا الدرس، وفي نوصل لحظة، خليت لك أتمرين هذا بشتعد له، بش إن شاء الله عز وجل فأتمرين في هذا الفيديو هذا من صحه، مزيان، لكن الأساسي هو أنه، بما كنت تطرح نفس السؤال، كيف يمكن أن نعرف واحد لإسم وش هو مذكر ولا مؤنث بالفرنسية؟ بما أنك قلتنا بأن الأسماء بالعربية مش من ضرورة تكون من نفس الجنس، يعني إذا كانت عربية بالعربية مذكر، مش من ضرورة بالفرنسية تكون مذكر، والعكس إذا كانت مؤنث مش من ضرورة بالفرنسية، ستكون مؤنث، فقدر يكون مذكر ولا مؤنث، كي يختلف الجنس، فكيف يمكن أن نعرف واحد إسم؟ أنا أخذيته بالفرنسية، بش نعرف أنه مؤنث ولا مذكر؟ الجواب على هذا السؤال لا يوجد، يعني لا يوجد قاعدة لك أنك ستأخذ الاسم و تقول هذا مؤنث ولا مذكر، مثلا كلمة أفانطاج، أفانطاج، واحد إسم مكتب عادي و ينتهي بأ، عادة يقولوا إذا كان الاسم ينتهي بأ، يكون في منا مؤنث، ليس من ضروري، ليفغ، ينتهي بأ، هذا يوجد بهم أسماء مذكرة، أفانطاج، اسم مذكر، و ليفغ، اسم مذكر، نتأكدوا منه، يعني قدر يكون مؤنث، يقدر يكون مذكر، كيف يمكن أن نعرف؟ أنا أنا أعطيك الطريقة كيف يمكن أن تعرفيك؟ عنا أفانطاج و ليفغ، ننتقلوا إلى جوجل و ساعة نكملوا الدرس إن شاء الله. مرزين، الآن نحن في موقع جوجل، كيش نكلي هاد موقع يساعدني نعرف بأن كي عنا أسماء مذكرة أو مؤنثة، فأول حاجة، قد نكتب أفانطاج، أفانطاج، ج أفانطاج، و نكتب قدامه ديفينيسيون، ديفينيسيون، افانطاج و هذه، افانطاج أو ديفينيسيون، أنه يقول، أفانطاج، أفانطاج، يمكن أن أفانطاج، ماباشرةję واحد، مباشرة كلنا، ونفس Veganيسي، وكيف يمكن أن يكون لدينا غير صفحة كثيرا، يعني اسم مدكر، آمنت ويتم قدام أفانط، يمكننا ان تقول، ان، افانطاج، جيد، نتطع أفانطسي له ديفينيسيون، مامركات، ودائما، نتطع قدامه ديفينيسيون أوكي و نبحثين، إذن livre définition الاسم مذكر اسم non masculin إذن هذا عبارة على اسم مذكر إذن في هذه الطريقة تعرف ما هو الاسم مذكر أو مؤنس وكتقدر أنك تخدم به أما هناك قاعدة لكي تعرف هذا الاسم مذكر أو مؤنس لا يوجد شيئا فصعب كثيرا إذا كانت قاعدة كثيرا فالقواعد يربجو الإنسان خاصة في هذه الأمور بسيطة أحسن طريقة وأي اسم شكيتي فيه كنت تبحث عليه في هذا عندما تبحث عليه يجب أن تتعقل على هذا يجب أن تتعقل على هذا اسم مذكر اسم مذكر جيد إذن الآن عرفنا بأن اسم مذكر وفي نفس اللحظة نحن عرفنا بأن هذا الاسم يبدأ بـ إذا كان يبدأ هذا الاسم يبدأ لأنه يجب أن يكون هذا الاسم يبدأ هذا الاسم يبدأ كون الجواب هو ست أفضل ست أفضل ست أفضل ست أفضل ست أفضل ست أفضل أفضل وعادة ست أفضل يبدو أن ست أفضل 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 هذه المزية يعني أنا مزية واحدة va permettre يعني سوف تسمحوا aux joueurs يعني اللاعبين de gagner لربح لماتش هذه المباراة لذلك اسم مدكر وكي بدأب إذن ما شاهده إذن أنك له سوى لذلك هذا الكتاب يدفسيل صعب ولكن ترس انترسان ترس انترسان يعني بأنه مهم جدا انترسان مهم جيد إغرر إغرر إذا إحنا ما عرفه شي واش مذكر لمؤنات إذا كنت عارف كنت بحثة ألف إذا كنت ما عارف شي كنت بحثة ألف جوجل عالي إغرر عبارة على اسم مذكر وبما أنه كي بدأب إذن رحضي نقول ست إغرر هذا الخطأ كي هي لباس دي بروبليم هو الأساس المشكل دي بروبليم أساسو المشكل التي نتحدثوا عنها إيدي إيدي فكرة وإيدي جمع نلاحظ في النهاية كينا اس إذن هذا اسم جمع كم كلنا نعرفه من اس اللي موجود في النهاية الاسم وكذلك في جينيال هذا وصف جينيال رائع بما أن هناك سلاح أطخ إذن هذا ضروري ستبدل لحسب الاسم اللي كين هنا فإما أن الاسم هنا مؤنت وفي نفس اللحظة جمع إذن هذا سيكون مؤنت وغيكون جمع جيد إذن بما أن مجموعة أفكار إيدي هي فكرة إذن مجموعة أفكار إذن نقول هذه الأفكار إذن ستعمل س س هذه الأفكار هي أفكار رائعة رائعة جي عندي موعد إذن عندي موعد ماتا الصباح الصباح اسم مذكر إذن نقول سمتا إذن جي عندي موعد هذا الصباح مع الطبيب جيد في بنت إذن شنو رأي ديالك إذن ست في جيد إذن ست في هذه البنت أفضل صديقة صديقة هي أمي ميور أفضل إذن ست في هذه البنت أو هذه الفتاة أفضل صديقاتي أفضل صديقة عندي جيد إذن إن شاء الله عز وجل سنجل نتمر أخر إذن نخلي الكتمر سبعة سنطناش ونفس التمرين دائما كنا الفراغ سنعمره بأسماء الإشارة الفراغ التي موجود هنا طبعا لا أعجب لك على الفيديو هنا لا أعجب لك ولكن ما سنعمل هو أن سنشرح معك الجمل سهل عليك التخرج إذن عندي جيم مبغوموني جيم أحب مبغوموني أن أتجول دون في جغدان جغدان هي الحديقة إذن في هذه الحديقة طبعا دائما نفس الفكرة ماشي ضروري الحديقة مؤنس لا أعرف كسئلة صعبة هذه الأسئلة صعبة سيارة مريحة يعني كالجلس فيها كالحس وأن سيارة مريحة مريحة إذن سيارة هذه السيارة إذن أريد أن أشار هنا بيرو بيرو هي المكتب إذن هذا المكتب وإذن هنا يوجد المكتب وإذن المكتب وإذن الحاسوب الكمبيوتر هنا هنا لدينا إجرسيس التمرين سهل إذن هذا التمرين سهل هنا هنا إمريحة في جميع إماج en couleur إمريحة هي الإمريحة مع الكمبيوتر التي ت تخرج الأوراق طبيعة الأوراق مع الكمبيوتر ما تفعل دون تعطي د تري بيل إماج تري بيل إماج يعني صور رائعة صور رائعة بيل بيل ممتازة رائعة تري هي ممتازة جدا طبعا بالألوان لاحظ هنا واحد الملاحظة مهمة الكثير من الناس يردون للبال ويقعون تالفين إذن هنا دون هنا د تري بيل إماج لاحظ هنا بيل إماج كان اس في النهاية إذن الجمع عالش ما قلنا شي د عالش ما قلنا شي د تري بيل إماج عادة هذا يجب أن تكون مكتوبة بما أن إماج اس إذن د أو لا لا يجب أن تكون باس لأن الجمع الجواب على السؤال دا نجعلها الفيديو القادم إن شاء الله يترجل ثم نجاوبك على السؤال إذن نتوكلوا على الفيديو القادم سنكمل على الدرس هذا ويكون الجزء الثالث